مع تصاعد حدة الشعارات السياسية المطالبة بكشف نتائج التحقيقات بجرائم الفساد الكبرى التي تجريها اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو غيف أبدو أن النتائج ستبدأ بالظهور للعلن كشفة عن الإطاحة برؤوس سياسية كبيرة مصادر سياسية مطلعة قالت إن لجنة أبو غيف تقترب من إعلان نتائج تحقيقاتها واعترافات أدل بها أرفع مسؤول في وزارة الكهرباء وهو على ذمة التحقيق مبينة أنه قد عمل مع خمسة وزراء ولديه جميع تفاصيل الاختلاسات في الوزارة وأضحت المصادر أن المسؤول المعتقل لدى لجنة أبو غيف يدعى رعد الحارس ورعد محسن غازي شبيب الحارس اعتقل بتاريخ الثالث من تشرين الثاني 2020 بناء على شكوى مقدمة ضده من اللجنة التحقيقية الدائمية المشكلة بالأمر الديواني 29 مبينة أن اللجنة التحقيقية أوعزت للقوة المنفذة بضرورة جلب الهواتف التي يستخدمها الحارس خلال تنفيذ مذكرة الاعتقال وأضافت أنه استغرق التحقيق مع الحارس مدة 36 يوما اعترف خلالها على عدة مسؤولين في الوزارة بتسهيل تمرير عقود فساد بمئات ملايين الدولارات وأبرزهم مدير عام الاستثمار في الوزارة راعت قاسم محمد الذي صدرت مذكرة قبض بحقه وتم تنفيذها بتاريخ السابع من شباط 2021 وتؤكد المصادر أنه بحسب اعترافات الحارس تقدر المبالغ الموجودة في تلك الحسابات بتسعة وثلاثين مليون دولار فيما لفتت إلى أن لجانا مشكلة من الاستخبارات والبنك المركزي والأمن الوطني والمخابرات تعمل حاليا لاستعادة تلك الأموال وفق القوانين النافذة وإشارت إلى أن الحارس تسبب في صفقة فساد واحدة بهدر مبلغ مئة مليون دولار عندما ضغط لإبرام عقد مع شركة البلال المحلية لتنفيذ محطة بزرقان الغازية في محافظة ميسان حيث تم توريد وحدات غازية قديمة جدا على خلاف ما موجود في العقد المبرم